الجنجمة او الاسقل بتتكون من 22 عضمة وبتتقسم لجزئين جزء علوي اسمه كرنيم وجزء سوفلي اسمه فاشيال بونز الكرنيم بتتكون من 8 عظام اربع فرديين واثنين مزدوجين الاربع عظام اللي موجودين في الكرنيم فرديين هم بالترتيب كالآتي اول عضمة اسمها فرونتال بون ودي اللي موجودة في الجبهة امام الرأس تاني عضمة اسمها سمويد بون تالت عظمة اسمها سفنويد بون ودي برضو عظمة فردية ورابع عظمة هي العظمة الموجودة في مآخرة الرأس اسمها اوكسيبتال بون والعظمتين اللي بعد كده مزدوجين هو العظم الجداري اللي موجود في جانب الجنجمة اسمها برايتال بون ليفت برايتال بون وريت برايتال بون والعظمة اللي بعد كده اللي موجودة تحتها هي التيمبورال بون ليفت تيمبورال بون وريت تيمبورال بون دول كانوا التمن عظام اللي بيكونوا الكرينيام اللي هي بتحيط بالمخ علشان تحميه الجزء السفلي من اللي سكال هو الفاشيال بون وعداتهم 14 عظمة وهم بالترتيب من فوق لتحت النازل بون وده العظام اللي موجود في الأنف في مقدمة الأنف رايت نازل ونفت نازل بون بيبقى موجود تحته بالزبط اللاكريمال بون اللي هو العظام الدمعي المحيط بالقناة الدمعية اللي موجودة أسفل العين وهو برضو زوج من العظام لفت لكريمال ورايت لكريمال موجود تحت لكريمال بون الانفيريور نازل كونكا الانفيريور نازل كونكا زوج من العظام موجود في أسفل الأنف لفت انفيريور نازل كونكا ورائت انفيريور نازل كونكا موجود تحت النازل كونكا بالضبط البلاتين بون وهو العظام اللي موجود في سقف الفم وبرضه زوج من العظام لفت ورائت بعد كده فيه الزيجوماتيك بون وهو زوج برضه من العظام رائت زيجوماتيك بون وليفت زيجوماتيك بون وموجود قدام الزيجوماتيك بون المجزلة اللي هي الفك العلوي لفت مجزيلاري بون ورائت مجزيلاري بون دول كانوا الست عظام المزدوجين اللي موجودين في الفاشية البون فاضل كده عظمتين منفردين وهم المانديبول وعظمة موجودة في منتصف الأنف اسمها فيومار بون عظمة منفردة اسمها فيومار بون ودول كانوا الـ 22 عظمة اللي بيكونوا الاسقل اشتركوا في القناة